بمناسبة مجلس إدارة النادي المجلس هيجتمع يوم الثلاثة إن شاء الله برئاسة كابتن محمود الخطيب وده اجتماع مهم لبحث العديد من النقاط المهمة في الرابعة بعد ظهر السلساء القادم إن شاء الله النهاردة كمان اتحاد الكرة في الشأن الكروي اتحاد الكرة اعتمد تشكيل هيئة مكتب رابطة الأندية المحترفة لكن كمان بعد عرض الأمر على مستر كارلوس كيروشي المدير الفني الجديد للمنتخب الراجل طلب تقديم موعد بداية الدور الممتاز ومن ثم تأجيل مباريات دور التمانية ودور قبل النهائي والنهائي لكاس مصر لموعد يحدد فيما بعد لكن صمم على إقامة مباراتي دور الستاشر يعني مبارات الأهلي وإمبي ومبارات بيرامدز واسموحة في معادهم إن شاء الله يوم السبت الراجل طلب المباراتين عايز يشوف بقية اللعيبة عايز يتوقف على حالة عدد من اللعيبة الدوليين فتقرر أن تقام مباراتة دور الستاشر يوم السبت ثم تدخل مسابقة كاس مصر الأدراج لبص في الجدول اللي حين بداية الدوري قبل توقف نوفمبر ما يلاقيش مكان لوضع كاس مصر الربطة هتعمل إيه؟ كاس مصر بطولة تخص الاتحاد ما تخصش الربط لكن بالتنسيق بين جهاز المنتخب والتحاد الكرة وربطة الأندية المحترفة ينتظر البحث عن موعد لكاس مصر أنا مش عارف طبعا يعني أهل مكة قدر بشعبها بقى هنقول للرجل ده جه هل ده قراره ولا يعني تأثر بما تم طرحه أمامه لأن أنا كنت شايف أن أكبر عدو للمنتخب هو تلك الحالة التي عليها معظم اللاعبين المميزين في مصر وخصوصا للدوليين من تلاحهم المواسم وعدم الحصول على فترات الراحة اللازمة وشفنا شفنا المستويات في ماتش السوبر عاملة زي دي مش حجة بس أنا بقول أن ده معناها أن أنت هتلعب ماتشين في كاس مصر مش هيدلوك بشكل طبيعي على الحالة الطبيعية ليه الناس اللي المفروض هيبقوا قوام منتخبك إنما ربما تكون الجاهزية لناس تانية تكون أكثر يعني ليه المرتاحة بقى الفريش اللي ممكن ساعة ما تيجي تعتمد على تقييمك بقى لللعيب الدوليين ربما تختفي أسماء وتظهر أسماء لا تعبر عن حقيقة قوام منتخب مصر فأنا كنت أتمنى أتمنى إن يبقى فيه راحة حقيقية إن الناس تاخد أجازة والله أنا كنت أتمنى إن لعبت النادي الأهلي وكنت تاخد المخاطرة دي من باب الصح يعني إنك إنت اللعيبة الدوليون بتوعج كان لازم يخشوا فطرة طاح وتلعب بقى بالمتاح لأن أنا هي المسألة مش مسألة بطاق شخصية كرة القدر أستاذ إبراهيم مش بالأسماء مش إبراهيم يمثل إيه وعادلي يمثل إيه إنما إبراهيم دلوقتي قادر يعمل إيه وعادلي دلوقتي قادر يعمل إيه مش مبارح إنما النهار دا في اللحظة دي أممكن بكرة بس مها بكرة دا ما جهو المستوى مش القدر في اللحظة دي المستوىك حاليا هتقدر تعمل إيه وقادي إحنا شوفنا فأنا يعني أرجو إنه تكون يعني القرار بقى نابع من حد جاي خطط لنا مش جايين نخطط لنا نتمنى دا لأنه كمان الفترة اللي جاية فترة مضغوطة جدا المنتخب عنده كاس العرب في نوفمبر عنده يا عم تتلعب كاس العرب كاس العرب من الهندية الأهلي في ديسمبر 30 نوفمبر هو كاس العرب ما الناس كلها ما تلعب يا أخي بالعناصر اللي انت عايز تجهز عشان يبقى خد بالك هو هيبقى خلاص داخل يعني راح كاس الأمم كمان يعني مش عارف ليه مش عايزين ناخد الحاجات البسيطة اللي غيرنا بياخدها وبينجح بيها ليه ما حيرين نفسنا في معادلات ما تخصناش كاس العرب عايزين ها ناخد مع الأشقاء العرب لكن الأشقاء العرب مش هيوصلونا كاس العالم اللي هيوصلنا مش ورنا الإفريقي يبقى أنا كاس العرب ده يعدي له فريق ربما ربما يفرز لنا عناصر حقيقية هو كمان كجهاز هو مزنوق في حاجة هو بدون المحترفين يعني يعني اللعبتك المحترفة في أوروبا مش هتيجي هم عندوش إلا المحليين أيه لا هو البطولة بدون المحترفين فبالتالي انت هتروحها بالمحليين بمحترفين الداخل فقط روح مش بالمنتخب سمي يا أخي بي بي تيم خد القوام اللي انت نفسك ترشح منه ناس المنتخب الأول في عندنا عناصر كتير مليان اللعيبة في مصر تستطيع أن تؤدي هذا الدور ترجمة نانسي قنقر